موسيقى الآن نشرة الأخبار مع عبد الرحمن النجار طابة وقعدكم مشاهدين الكلام في نشرة اللي أهم الأنباء نبدأها بأبرز العلامة موسيقى بعد افتتاحه بشكل رسمي مطار كاركوك الدولي يشهد أول رحلة داخلية ويستعد لرحلات خارجية موسيقى الصدر يتبرأ من تشكيل مجامع عسكرية لخرق القانون ونواب يستبعدون تمرير الحكومة في جلسة السبت موسيقى خلال برقية تهنئة لرئيس الجمهورية أردوغان يجدد دعمه للتعاون المشترك مع العراق خلال الفترة القادمة موسيقى من جديد مرحبا بكم والبداية من كاركوك إذ شهد مطار المحافظة الدولي أول رحلة داخلية من مطار بغداد موسيقى 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 وعد فأوفى رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر يحقق أمنية انتظرها أبناء كاركوك كثيرا مطار كاركوك يرى النور أخيرا بمساهمة فاعلة وجهود استثنائية بذلها الشيخ الخنجر توجها بزيارة أخيرة لمطار كاركوك اطلع من خلالها على منشآته والتأكد من خلال الفرق الفنية على جاهزيتها لبدء العمل أولا شكرا للدعم والاستجابة للشيخ خميس الخنجر رئيس القطرة السيادة في بجلس النواب العراقي في دعمه للمطار وبالحقيقة في زيارته الأخيرة زار المطار شخصيا وأوصل مراحل المطار وإنجازات المطار السيد رئيس مجلس الوزراء وكان دعم أيضا القنوات التابعة لهم في تخطية أخبار المطار بالنفس الوقت لا ننسى بأنه كان واحد من العوامل الأساسية في إذا اتصال بسيد رئيس الوزراء لحل موضوع الذرة السفراء في الفترة الأخيرة مع سيد رئيس مجلس النواب أحنا نقدم شخلنا للقناة ونقدم شخلنا إذا الشيخ خميس الخنجر الذي يتابع كاركوك وأعتقد وصف كاركوك بالوصف الصحيح فيما نشره يوم أمس أوفى بوعده وأثبت دعمه هكذا وصفت إدارة كاركوك مساندة الشيخ الخنجر لها في إنجاز مشروع المطار مطار سيغير من واقع المدينة ويوفر فرصا للخريجين وينعش الاقتصاد الكاركوكي نشكر أستاذ خميس الخنجر صراحة الرجل لا يحتاج إلى المدح وكون الرجل كان سباقا في موضوع النزوح وخدمة أهالينا النازحين من خلال توفير البيئة التعليمية والصحية لهم وهو رجل صحيح القدوم قليل القدوم إلى محافظة كاركوك لكن دائما خلال اجتماعات وخطاباته لا توجد مناسبة إلا وذكر كاركوك بالشيء الجيد إلا وكان مدافعا عن محافظة كاركوك مواطنو كاركوك أشادوا بمواقف الشيخ خميس الخنجر ومطالباته المستمرة على مدى عام ونصف من تأجيل افتتاحه اليوم يقطفون ثمار الجهد والانتظار بتدشين مطار كاركوك الدولي وافتتاحه أمام الرحلات الداخلية والخارجية تحالف السيادة له دور في هذا الافتتاح بالأخص الشيخ خميس الخنجر كان له دور مهم وفعال في افتتاح مطار كاركوك الدولي ونشكر كل من ساهم على انجاز او افتتاح هذا المطار مطار كاركوك يمثله صرحا من صروح الانجاز كانت المساعي تجاه افتتاحه حقيقية وهي منطلق لبناء دولة المؤسسات لقناة الفلوج عبدالله العامري كاركوك دبلوماسيا انتلقى رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد برقية تهنئة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية وعرب اردوغان في رسالة التهنئة عن رغبة بلاده بتعزيز التعاون المشترك بين العراق وتركيا خلال الفترة القادم مذكرا بالأواصل التاريخية المتجذرة وعلاقات الجوار الودية وضرورة الاحترام المتبادل في المواضيع الحساسة والمصالح المشتركة وجدد الرئيس التركي استعداده للعمل مع الرئاسة العراقية من خلال تعاون الوفيق والتنسيق في غضون ذلك اكد رئيس الوزراء المكلف محمد الشيع السوداني عزم الحكومة الجديدة تجاوز التحديات الراهنة وبناء علاقات متوازنة مع المحيطين الاقليمي والدولي واستعرض السوداني خلال اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أطر التعاون المتبادل في جميع المجالات فيما أكد أمير قطر دعم بلاده لمساعي الحكومة العراقية الجديدة معربا عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات مع العراق بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز الاستقرار في المنطقة السوداني أكد أيضا رغبة الحكومة المقبلة في توطيد علاقاتها مع كندا في مختلف المجالات خاصة أنها أسهمت في الحرب ضد داعش الإرهابي ضمن التحالف الدولي أضاف السوداني خلال استقباله سفير كندا لدى العراق جريغوري جاليغان أن كندا لها دور كبير في دعم القوات الأمنية العراقية عبر تقديم المشورة والتدريب في إطار حلف الناتو لافتا إلى ضرورة استمرار التعاون وتمنيته ليشمل جوانب أخرى في الاقتصاد والاستثمار ومواجهة تحديات التغير المناخي سياسيا أكدت كتلة الفتح النيابية حاجة رئيس الوزراء المكلف محمد الشيع السوداني إلى وقت أكثر لإكمال تشكيلة حكومته المقبلة فيما نفت وجود جلسة برلمانية للتصويت على الحكومة السبت المقبل وأضافت الكتلة أن المكلف محمد الشيع السوداني سيقدم الكابينة الوزارية إلى البرلمان في يوم الاثنين أو نهاية الأسبوع المقبل لافتة إلى أن الكتلة السياسية لم تقدم قوائم بأسماء المرشحين للحقائب الوزارية للمكلف بتشكيل الحكومة من شكل رسمي من جانبه كشف اتلاف دولة القانون عن احتمالية استبدال بعض الشخصيات المرشحة ما يؤدي إلى تأجيل التصويت على الحكومة الجديدة إلى ما بعد جلسة السبت أوضح النائب عن الاتلاف فيصل النائلي أن هناك حرية مطلقة للمكلف بتشكيل الحكومة في اختيار الكابينة الوزارية لافتا إلى وجود شعور لدى الجميع أنه يجب تمرير الحكومة في أقرب وقت والتصويت عليها وأكد النائلي أن الكتلة السياسية رشحت عدة شخصيات للكابينة الوزارية والمفاضلة بين تلك الشخصيات ستكون لرئيس الوزراء المكلف في الأثناء أعلن زعيم تيار الصدري السيد مقتدى الصدر برأته من أي مساعد لتشكيل مجاميع عسكرية مهمتها خرق الشرع والقانون وزعزعت أمن الوطن مؤكدا أن هذه الأفعال ليست أفعال تيار الصدري ولا أخلاقه ولا طريقته في التعامل حتى مع الفاسدين فضلا عن من سواهم دع الصدر الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عنهم من جهة وعدم الإنخراط معهم من جهة أخرى لافتا إلى أن أعمالهم مخالفة لكل القوانين السماوية والوضعية والنظم الأخلاقية والإجتماعية داعيا إلى مقاطعتهم وعدم إعانتهم على أفعالهم المشينة في ملف آخر أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن منحة مليوني دولار للأمن الغذائي العراقي وأخرى تقدر بثمانية ملايين دولار للاجئين العراقين والسوريين في المخيمات وذكرت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي في تغريدة لها عبر حسابها رسمي في تويتر إن منحة الأمن الغذائي سيتم استثمارها من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأعمال الدجارية والزراعة في الزراعية الصغيرة أيضا والمتوسطة لدعم الأمن الغذائي للعراقين لافتة إلى أن منحة اللاجئين ستلبل احتياجات الغذائية الحارجة للنازحين العراقيين واللاجئين السوريين في المخيمات حسب قولها إذن أكثر من ثمانمائة وخمسة وعشرين مليار دولار تبخرت في عهد رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي في فضيحة هي الأشد صدم من سابقاتها فضيحة تقول لجان نيابية إن العراق بحاجة إلى شركات مالية متخصصة لمعرفة الحجم الدقيق للخسائر التي تسببت بها لم يكد الرأي العام ينسى فضيحتي مخصصات مكتب رئيس الوزراء البالغة سبعين مليار دينار وسرقة أمانات الضرائب البالغة مليارين ونصف المليار دولار حتى صدم العراقيون بأضخم خسارة تسببت بها حكومة تصريف الأعمال أكثر من ثمانمائة وخمسة وعشرين مليار دولار قيمة الخسارة التي تسببت بها عقود نفطية وقعها وزير النفط في حكومة الكاظمي إحسان عبدالجبار إحسان عبدالجبار وزير النفط كلف على وزارة المالية اكتشف هذا المبلغ ولكن نفس الوزير لم يكتشف ملف واحد في وزارة النفط العفو فساد المستشري بل على العكس هناك ملفات فساد قام بإغلاقها من خلال مخاطبة المحكمة وفي تفاصيل فضيحة العقود النفطية فأن أربعة تعديلات أجريت على عقد أبرامه وزير النفط بحكومة الكاظمي مع شركتي برتش بيتروليوم البريطانية وبرتجين الصينية فيما أكد تقرير لديوان الرقابة المالية أن جميع التعديلات كانت لصالح الشركات الأجنبية دون مراعاة السبب الرئيسي لإبرام العقود وهو تطوير إنتاج النفط وزيادته الأمر الذي دفع البرلمان إلى إطلاق صافرة الإنذار نحن اليوم حتى طلبنا من النائب الأول من هيئة الرئاسة أن تدرج هذه في الجلسة القادمة في جلسة المجلس النواب القادمة وتكون لجنة التحقيق وبدأنا حتى أخذنا تواقع سادة النواب وإن شاء الله جادين في هذا الموضوع إن شاء الله أموال العراق لن تذهب في أيدي السراق وعلى الرغم من ملفات الفساد المتجذرة في الدولة ينتظر الشارع من حكومة السوداني معالجة هذه الملفات بالتواغل في فساد الحكومات المحلية والمحافظين والوزارات والهيئات الحكومية كما ترتفع المطالب بإسقاط أصنام الفساد التي تطوف حولها الأحزاب منذ سنوات من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية قال رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري إن السلاح المنفلد في العراق يؤشر إلى ضعف الدولة وأشار الشطري في بيان إلى أن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب قوة في القرارين السياسي والأمني مؤكدا ضرورة أن يكون هناك حوار صادق وبناء لإيجاد أليات قانونية ودستورية لسحب هذا السلاح وليكون ضمن المنظومة الأمنية الرسمية في شأن آخر أعلنت وزارة الداخلية تسجيل نحو ألفين حالة تعنيف للأطفال من قبل ذويهم خلال النصف الأول من العام الحالي وأوضح مدير حماية الأسرة والطفل اللواء علي محمد سالم أن هناك إجراءات تتخذ ضد الجاني وفق قانون العقوبات التي يصل حكمها إلى السجن ثلاثة أشهر مع غرامة مالية إذا أثبتت تقرير الطبي تعرض الطفل للأذى من أحد الأقباء وفي ظل غياب الدعم الحكومي والضمان الاجتماعي واجه كبار السن في العراق ظروفا إنسانية صعبة للغاية في كسب قوت يومهم تقريرنا التالي يتحدث عن معاناتهم في العراق يطوي أبو محمد صفحة عامه الخامس والعشرين من العمل الشاق في هذا السوق بمهنة حمل البضائع على عربته الخشبية أبو لست بنات يسكن في إحدى مناطق التجاوز شق طريقة تربيتهم كما يسلك يوميا هذه الأزقة الضيقة باعتباره المعيل الوحيد ولا معيل له غير خالقه كما يقول في استحصال لقمة عيشه أشتغل أطلع من الستة أرجع بالأربعة أحصل أن هذا ما للحق العربانة للعائلة وما عندي معين ومن الصباح للعصر كيش ماكو ولا عدنا دعم من الدولة قاعدة بالتجاوز خلف الله على القاعد ما للتجاوز شايلتنا لو ما تجاوز أحنا قلع عمليتين هسا والله سويت عمليتين من وراء هاي وهسا أرجع والعمليات هسا يوجعني يقولوا للدكتور السواني يقول لي لا توصل للأحمالة مئات الحالات المشابهة لحياة الرجل المسن هذا تصارع ضراوة العيش من أجل البقاء فمهنة عمالة كبار السن لم تختفي في بلد يطفو على بحار من النفط في وقت يعيش أقرانهم في بلدان أخرى أعمارهما مع توفير الرعاية اللازمة لهم أما في العراق فالوضع مختلف مع الظروف الاقتصادية المربكة التي أثرت على معيشة المواطنين الكسبة طبعا السوق وقف منذ صعود الدولار إلى حد الآن وهذا يأثر سلبيا على الموجودين في السوق من الموجود في السوق الحماميل طبقة كلش واسعة وهي تأثر سلبا على الموضوع ما للسوق لا ينزل الدولار يصير حركة فتشيل كاهل من الدولة ورغم مساعي السلطة التشريعية في إيجاد القوانين الفاعلة لشمول قاعدة الكسبة والبطالة بفرص التعيين ورفع مقدار راتب الرعاية الاجتماعي غير أنها تبقى نصوصا على ورقة ما لم يتم تفعيلها على أرض الواقع تبر قانون التقاعد والضمان الاجتماعي من القوانين المهمة من ضمن القوانين المطروحة مجلس النواب لغرض التصويت عليها تم قراءة قراءة أولى طبعا هذا القانون هو فرص عمل كثيرة إضافة إلى أنصاف طبقة المجتمع من العاملين وكذلك أصحاب الشركات وغيرها من هذه الطبقة وفي ظل الركود الاقتصادي الذي تعيشه أسواق بغداد لا سبيل لشريحة العمال سوى مسيرة الوضع الحالي وانتظار الآمال المعلقة على ولادة حكومة جديدة علها تنظر بعين الإنصاف لهذه الشريحة تتنوع المهن الشاقة في هذا السوق لكبار السن لكنها لا تقل قساوة عن الظروف التي جعلت منها مصدر رزق للمنسيين في ذاكرة الحكومات المتعاقبة وسط غياب الدعم المعنوي والمادي لهذه الشريحة الواسعة من العاصمة العراقية بغداد علاء الحديدي قناة الفلوجة في ملف آخر كشفت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة عن حراك بشأن ظاهرة حرق النفايات العشوائي مؤكدة أنها ظاهرة غير صحية وملوثة للبيئة قال رئيس الهيئة كمال حسين لطيف في بيان أن الهيئة عقدت جلسات مع أمانة بغداد بشأن حرق النفايات لافتا إلى أن هناك آثار جانبية كبيرة تظهر جراء حرق النفايات التي تحتوي على مركبات خطرة على صحة الإنسان داعيا أمانة بغداد إلى استخدام طرق أخرى ومنها الحرق الآلي للتخلص من الغزات الخانقة وأشار إلى وجود منظومات جديدة تحرق أو تحرق النفايات وتولد الطاقة الكهربائية ومن المؤمل أن تعتمدها أمانة بغداد الفترة المقبلة في السياق أعلنت مديرية الدفاع المدني إخماد حريق اندلع في سوق شعبي ضمن منطقة الأمين شرقي العاصمة بغداد ذكرت المديرية في بيان أن فرقها تمكنت من إخماد حريق اندلع في بناية انتجارية من طابقين تحتوي على محال انتجارية أغلبها مخالف لشروط السلامة داخل سوق منطقة الأمين مبينة أنها أبعدت خطر انتشار الحريقي إلى البنايات المجاورة لموقع الحادث وأخمدته دون تسجيل إصابات مشارية وأشارت إلى فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق خلاف مالي جعل دائرة الكهرباء في ناحية الحيرة بمحافظة النجف تقطع الكابل عن البلدية لترد الأخيرة برمي الأنقاض أمام دائرة الكهرباء في محاولة للانتقام ما جعل المجتمع النجفي يسخر من فعل الدوار الحكومية بسبب هذا التصرف تقريرنا التالي يتحدث عن تفاصيل أخرى لهذا الخلاف خلاف مالي بين دائرتين كهرباء وبلدية ناحية الحيرة في النجف ينطبق عليها القول المأثور شر البلية ما يضحك القصة تتمحور حول عدم تزديد الأجور إذ قامت دائرة الكهرباء بقطع الكابل الخاص بالبلدية في حين أغلقت الأخيرة مداخل الأولى بأكوام من الأنقاض والنفايات مما جعل الشارع النجفي يسخر بشدة من هذه التصرفات التي وصفت بصبيانية خاصة إنها حدثت بين مؤسستين تابعتين للدولة قطعت الكهرباء عن دائرة البلدية من ناحية الحيرة لأن دائرة الكهرباء تطلب البلدية 36 مليون أجور الكهرباء فالذي يقوموا دائرة البلدية جابوا الأنقاض وسدوا المداخل من دائرة الكهرباء وظلنا نحن محتارين لا بالكهرباء يقدر يطلع صيانة ولا بالبلدية يطلع ينظف لي والله ملتهي يسد بدائرة الكهرباء نحن في 2022 نظلين بها المساء التعبانة والحكومة والشغلات الروتينية التعبانة وين نروحها؟ دائرة الكهرباء المعنية امتنعت عن التصريح ولأسباب مجهولة أما البلدية فقامت بنفي الحادثة وكأنها لم تحدث أبدا وأكدت أن مواقع من أعمال تنظيف وتكدس للنفايات أمام بوابة دائرة الكهرباء جاء بمحظو الصدفة كل ما نقل بوسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح باشرة كوادن الخدمية يوم الاثنين بحملة تنظيف واسعة في حي زهراء عليه السلام من ضمن هذا الحي تم قص الشارع القريب على شعبة كهرباء الحيرة وبريد الحيرة فتم قصه بالكامل وتم جمع الأتربة في الباب الخلفي لشعبة صيانة الحيرة وتم رفع الأتربة خلال فترة نصف ساعة أو ساعة تقريبا وبعدها تم جلب عمال وآليات وتنظيف الشارع في الكامل ولا يوجد أي غلق للدائرة تماما حسب ما نقل بغير صحيح رغم تأكيد الحادثة من قبل الساكنين فإن الطرفين المتخصمين بين النفي والامتناع أما الحال فلم يتغير منذ سنوات فهناك البنى التحتية والمشاهد المأساوية واضحة لعين الناظر من النجف طهر الأساف قناة الفلوجة الحاجة أم الاختراع قول مأثور تجسد بحذافيره في قضاء الخضر بمحافظة المثنى وذلك عندما استخدم الأهالي بقايا سيارة حمل كبيرة جسرا للمشات بعد أن يئسوا من وعود الجهات المسؤولة بنصب جسر نظامي للمشات تقريننا التالي يسلط الضوء على هذا الجسر جسر المشات في كل مدن العالم غالبا ما يتخذ شكلا مألوفا غايته عبور المواطنين بسلام صوب جانب آخر من الطريق ولكن في منطقة الحميدية التابعة لقضاء الخضر في محافظة المثنى قد ترى أغرب جسر للمشات في العالم وهو عبارة عن استخدام هيكل سيارة حمل كبير جسرا للمشات الأهالي لجأوا إلى هذا الحل المؤقت بعد أن ملوا من مناشدة الجهات الحكومية لإيجاد معبر لأبنائهم للوصول إلى مدارسهم من جهتها أكدت قائم مقامية قضاء الخضر إنعدام الخطط المدروسة لإنشاء الأبنية المدرسية من قبل الجهات المعنية ما تسبب بعرقلة وصول الخدمات للمدارس مؤكدة بالوقت ذاته إدراج المنطقة ضمن مشاريع الأمن الغذائي لإنعاشها خدميا الموقع الذي كان ليس باختيارنا لأنه المتبرع هذا بعيدا عن التبليط ومحاط بساقية وشوفوا يعني اضطرت مدير تربية الخضر فرع الخضر والأساتذة اضطروا إلى أن يستخدمون بدي سيارة ولكن نحن إن شاء الله مخططين شارع ستة متر يجيها من الغرب مع الضغط العالي ويعبر على قنطرة صندوقية مبادرة قد تبدو بسيطة لكنها أوجدت حلا لأهل المنطقة بعد تفاقم معاناة نقل أطفالهم إلى المدارس في مدينة أدرجات في سجل إنسيان الحكومة المحلية لسنوات متعاقبة من منطقة الحميدية في قضاء الخضر نجم الحميد الفلوجة الفضائية أعلن محافظ ذيقار محمد هاد الغزي عن خطة للمحافظة ضمن مشاريع تنمية الأقاليم تعد الكبرى في تاريخ المحافظة منذ العام 2003 بقيمة إجمالية بلغت 560 مليار دينار وذكر الغزي في بيان أن الإعلان عن المشاريع سيبدأ اعتبارا من اليوم مؤكدا أن تقسيم المشاريع تم بتحديد نسبة 10% للمشاريع الستراتيجية وتسعين في المائة وفق النسبة السكانية للوحدات الإدارية وفي كربلاء أعلنت وزارة النفط المباشرة بفعاليات التشغيل التجريبي لمصفات كربلاء النفطية لافتة إلى أن المشروع يعد الأضخم منذ أربعين عاما وذكرت الوزارة في بيان لها أن مصفات كربلاء ستنتج تسعة ملايين لتر من مادة القازولين وستسهم في حفظ المال العام وضحة أنها كانت حريصة على إنجاح هذا المشروع وبحسب وكلة رويترز فإن الطاقة الإنتاجية للمصفات تبلغ 140 ألف برميل يوميا في خطوة للاعتماد على طاقة نظيفة في توفير الكهرباء أطلقت محافظة أربيل في قليم كردستان أول مشروع خدمي لإنتاج الطاقة المتجددة عبر استخدام الألواح الشمسية فيما بدأ المشروع في وزارة الكهرباء تمهيدا لتعميمه في بقية دوائر ومؤسسات الدولة المزيد عن هذا الموضوع نتابعه في هذا التقرير عبر خطوات تدريجية أطلقت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان مشروعها الأول خدمية لتتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء باعتمادها على الطاقة الشمسية مشروع سيرفع قدرة إنتاج الكهرباء في عدد من مؤسسات والدوائر الحكومية نسعى كوزارة الكهرباء في تطوير إنتاج الكهرباء باعتمادنا على الطاقة المتجددة النظيفة من خلال الطاقة الشمسية التي ستكون بكلفة قليلة وإنتاج كبير مشروع الطاقة النظيفة سيرفع الإنتاج إلى أكثر من 130 ميجاوات كمرحلة أولى وتلتحق بها ثلاث محطات أخرى ستنتج ما يقرب من 25 ميجاوات كما سيسهم في زيادة عدد ساعات تجهيز الكهرباء خلال فصل الشتاء أهمية المشروع بس لبداية المشروع لما تنسب المشروع عندك الكلفة البداية بعدين الوراء النسب لما عندك الصيانة لأنه ما تعتاج الوقود طاقة نظيفة تقريباً محاولتنا لشينية المحاولة نحاول بقدر الإمكان نوصل لإكتفاء الذاتي يعني الإكتفاء الذاتي اعتماد لكل دوائر الوزارة الكهربائية داخل وزارة نعتمد على أنفسنا الإنتاج الكهربائية يعد هذا المشروع الأول في أربيل عبر استخدام الطاقة المتجددة حيث تم تطبيقه داخل وزارة الكهرباء بتكلفة رمزية قدرها 114 ألف دولار تم تنفيذه عبر شركات أهلية خاصة بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل أقليمياً تدخل موجة التظاهرات والاحتجاجات الإيرانية أسبوعها السادس مع استمرار موجة الاعتقالات والقمع التي شنها النظام الإيراني ضد المحتجين وأكدت وكالة فارس الإخبارية أن هناك مواطنين من 14 دولة من بينها الولايات المتحدة وروسيا والنمسا وفرنسا وبريطانيا وأفغانستان اعتقلوا ضمن حملة قمع التظاهرات من جهتها وصفت وسائل الإعلام الحكومة الإيرانية الاحتجاجات التي عمت البلاد بأنها مؤامرة سياسية أشعلتها جماعات انفصالية من جهته طالب المجلس التنسيقي للاحتجاجات الإيرانية بتنظيم تظاهرة جديدة في جميع المدن الإيرانية يوم السبت الموافقة الثاني والعشرين من تشرين الأول الجاري وعلى المجلس حداداً عاماً لثلاثة أيام طلباً لتحقيق العدلة للدماء المسفوك ظلماً لا سيما القتل الشنيع الذي تعرض له الطلاب الإيرانيون وشدد المجلس على ضرورة النزول إلى تظاهرة احتجاجية لمساندة ثورة المرأة والحياة والحرية مشاهدين النشر انتهت إليكم أبرز ما جاء فيها بعد افتتاحه بشكل رسمي مطار كاركوكا الدولي يشهد أول رحلة داخلية ويستعد لرحلات خارجية الصدر يتبرأ من تشكيل مجامع عسكرية لخرق القانون ونواب يستبعدون تمرير الحكومة في جلسة السبت خلال برقية تهنئة لرئيس الجمهورية أردوغان يجدد دعمه للتعامل المشترك مع العراق خلال الفترة القادمة للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على موقع التواصل خاصة بقناة الفلوجة إلى اللقاء اشتركوا في القناة